أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن أمر بتعديل انتشار القوات الأمريكية في الشرق الأوسط حسب الضرورة وذلك بعد الهجوم الأعنف الذي تعرضت له ضاحية بيروت الجنوبية وقال البيت الأبيض في بيان أن بايدن وجه البنتاجون بتقييم وتعديل وضع القوات الأمريكية في المنطقة حسب الضرورة لتعزيز الردع وضمان حماية القوات ودعم كامل لنطاق الأهداف الأمريكية وأشار البيت الأبيض إلى أن بايدن وجه فريقه أيضا لضمان اتخاذ السفارات الأمريكية في المنطقة كافة بأخذ التدابير الاحترازية